ماذا بقي لنا؟ هكذا عنورت سام للحقوق والحريات آخر تقاريرها وهي صرخة أطلقتها إحدى النساء ردا على طلب المنظمة مقابلتها قائلة ماذا بقي لنا؟ وماذا يريدون منا؟ عذبونا وخلونا نعترف على أنفسنا أننا نمارس الدعارة وبنات ليل وأجبر أهالنا على التبرؤ منا ممارسات ميليشي الحوثي تجاه النساء في اليمن تلك قصة أخرى أشد وجعا وأكثر غيابا اختطاف النساء تقرير أطلقته منظمات سام للحقوق والحريات وثق جانبا من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشي الحوثي وعناصرها النسائية ضد اليمنيات اختطاف واعتقالات تعسفية منتظمة وواسعة النطاق إضافة لجرائم الإخفاء القصري والتعديد بحق النساء شهدتها عدد من المحافظات أهمها صنعاء والحديد وعمران جرائم كبيرة وممارسات خطيرة كجرائم تتعلق بالشرف ونهب الأموال وابتزاج أسرهن وإخفائهن تضطر بسببها الضحايا المختطفات لدفن جرائم الميليشيا معهن خشية العواقب لكن منظمة سام هوثقت في تقريرها الذي يعد أول تقرير مخصص لتوثيق الانتهاكات التي طالت النساء شهادات عشر نساء من الضحايا قابلتهن سام واستمعت لقصصهن وجميعهن تعرضن للاعتقال التعسفي والإخفاء القصري والتعديد المنظمة في تقريرها أكدت أن نساء معتقلات تعرضن للتعديد الشديد والمعاملة القاسية ما دفعهن لمحاولة الانتحار سبق تقرير سام صيحات كثيرة من مخاطر ممارسات الميليشيا في مناطق سيطرتها ضد اليمنيات فقد شكلت ميليشيا الحوثي جهازا أمنيا خاصا بالنساء من مهامه اقتحام المنازل واعتقال النساء واستدراجهن تقرير المنظمة أكد أنه رصد مواقع الاعتقال وإخفاء النساء شملت أماكن مهجورة تستخدم للتحقيق والتعديد النفسي وبيوت مواطنين تم إجبار أصحابها على تركها وأقسام شرطة تسيطر عليها ميليشيا الحوثي يشتوا يخرجوا النسوان على أساس من الرجال قلت برقعوا وقلت صاروا عند سلمان قلوا لهم مراهوا لهم رجال يخرج في صنعه ولا في غير صنعه في المحافظات ذي تخسط رسل بايجي له لبج وعصد ترجع سيحو يقولوا بيعتدوا على النساء بيعتدوا على البعنا نسوان يزيد الأمر خطورة أن ما تتعرض له النساء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي يحيطه الكتمان وجرائم لا يعرف عنها العالم إلا قليلا ليؤكد كل ما سبق حقيقة واحدة أنه دون استعادة الدولة في كل شيء معرض للإنهيار وأن لا حواجز تقف أمام جرائم الميليشيا ضد اليمنيين